هدية والدي كان وليد يسقي الأظهار في حديقة منزله جاء أخوه معتصم وقال سأشتري اليوم هدية لأبي وأمي قال وليد معك نقود قال معتصم نعم سأشتري هديتي من مصروف الشخصي فقد اتخرته لشراء الهدية لهم في العيد ذهب معتصم إلى الثوق القريب من المنزل واختار لوالديه هديتين جميلتين فرح بهما كثيرا في الطريق وجد علبة صغيرة مربوطة بشريط الأزرق حمل علبة وسأل لمن هذه العلبة فلم يجبه أحد دخل معتصم ظرفته وفتح العلبة فوجد داخلها ثوارا ذهبيا جميلا تعجب معتصم وقال كيف أجد صاحب هذه العلبة فجأة سمع صوت شيطون الشرير يهمس في أدنه قائلا احتفظ بهذا الصوار لك أو قدمه هديتا لأمك قال معتصم كلا أنا لا أحتفظ بشيء ليس لي وسأعيد السوار لصاحبه أخبر معتصم والديه بما حدث فقال والده لا تقلق يا معتصم فكر بطريقة مناسبة لتجد صاحب العلبة قال معتصم لنفسه سأذهب الآن إلى السوق لأعلق لافتة أكتب عليها العلبة المفقودة في المنزل رقم 12 شارع 7 وعلى صاحب العلبة الحضور إلى المنزل ليأخدها في اليوم التالي قرع جرس الباب فتح أبو الوليد الباب فوجد طفلة تقول له السلام عليكم يا عم أنا ريمة صاحبة العلبة فأضافت ريمة لقد سقطت مني بالأنف فبحثت عنها كثيرا ولم أجدها أين هي فألها عم خالد ما شكل العلبة؟ أجابت ريمة علبة حمراء عليها شريط أزرق وبداخلها وبداخلها سوار ذهبي قال عم خالد هذا صحيح خذيها يا ابنتي وكوني حريصة في المرات القادمة تفضلي افتحيها وتأكدي من وجود السوار بداخلها شكرت ريمة العم خالد وابنه المعتصمة على أمانتهما وعادت إلى بيتها مصرورة قدم معتصب هديته لأمه وأبيه وقبل أيديهما وقال لهما كل عامل وأنتما بخير اشتركوا في القناة